السلام عليكم ازيكم بناتا عاملين ايه يا رب يكونوا بخير اهلا بكم معي في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعي هيكون اه قاعدة تدوير او تصليح بمعنى اصح للمطبئية بتاعتنا اللي هي بتبقى مصدية وحالتها اه بيضة خالص هنرجعها جديدا ان شاء الله بس ياريت لو مش مشتركة في القناة دوسي على زرور الاحمر مكتوب عليه اشتراك وكمان فعلت جراز عشان يوصلك كل حاجات اللي بقدمها بعد كده وما تنسيش لو عربك الفيديو واستفدت منه تدوسي عليه لايك يلا بينا بقى كده نبتدي دلوقتي نحنحتاج حاجتين بس معايا في الفيديو ده هيبقى محتاجة ورقة من السنفارة الخشنة زي دي كده بنجابها من عند الموان قطعة صغيرة زي دي وكمان هستخدم اللاكية هدهن لكية لونه ابيض اللي هي هستخدم اللاكية في المطبئية بتاعتي لان اصلا اللاكية بيفضل استخدامه في الحاجات المعدن والحاجات الحديد وكده اول حاجة انا هعملها ان انا طبعا زي ما نشايفيني الصادة في الجزء اللي تحت ده هجيب الصنفارة بتاعتي وهبتدي امسكها كده حتة حتة انا طبعا ما قطعها صغيرة عشان خاطر اعرف اخش في الزوايا دي وهبتدي ان انا صنفار كويس قوي هتبصي تلاقي الصادة بتاعك ده بينزل طبعا هتبقي فارشة كيس بلاستيك او ورقة جرنون اي حاجة وبعد ما نخلص بالصنفارة هنستخدم الا كيل لكن هيبقى في مرحلة مهمة في النص قبل بعد الصنفارة وقبل الديهان المهم جدا ان انت تنفضي المطبقية بتاعتك من الصادة اللي هينزل او تخسليها وتنش فيها على طول ما تسبيهاش طبعا علشان ما ترجعش تصدي منك تاني ما تركنيهاش يعني طبعا اول حاجة كده هعملها هجيب الصنفارة بتاعتي زي ما انتو شايفين وهبتدي ان انا اسنفر كل الاجزاء وكل الزوايا بالطريقة دي كده هخش بين كل الزوايا وهبتدي صنفر زي ما انتو شايفين برضو بينزل صادة معايا ولون المطبقية نفسه بيرجع تاني استهلت زي ما كان بس طبعا قعد قولي انا خلاص هصنفرها وهستخدمها كده على كده يعني بعد الصنفرة هترجع تصدي منك تاني طبعا باستخدام بتاعنا والمية والكوبات اللي بنسيبها فيها وبتتصفة وبتنقط وكده هترجع تاني تصدي منك فاحنا علشان نحافظ عليها هنبتدي ان احنا ندهنها هنديها من اللكية طبعا هيدهنها باللكية وده كده شكل المطبقية بتاعتي بعد ما صنفرتها كلها اه هي بتتفكك كده فانا فككتها حتت علشان اعرف اصنفرها كويس مسكت حتة حتة وقعدت صنفر فيها وفكتها بالصواميل دي شايفين كل اللي على المفرج ده اه كل دي طبعا صادة نزل من المطبقية دي نضفتها كويس جدا من الصادة الخطوة اللي بعد كده زي ما قلتلكم ان انا طبعا نضفتها من الصادة ونفضتها كويس جدا من اللي كان عليها علشان خاطر لما جي ادهن اه يعني ما يلزقش في اله في الديهن الصادة ما يلزقش في الديهن هفتح بقى معايا كده علبة اللاكية وهبتدي ان انا اخد بفرشة زي دي فرشة رفيعة وهديها اول طبقة هنبتدي ندهن كده من جوه البرة علشان خاطر طبعا ما نبهدلش الدنيا ما نوسخش ادينا كمان كنت عايز اقولك ما تمليش الفرشة دهان كتير اه صفيها كويس من الدهان يدوبك يعني يبقى على قد الجزء اللي بندهنه ما تمليهاش علشان خاطر ما ينقطش كده ويسيل منك وكمان علشان ما نهضرش من الدهان وكله يقع على المفرش بتاعنا كده المطبقية بتاعتي بقى الجهزة هي خدت معايا وشين اه اديتها وشين علشان خاطر اللون يبقى ظاهر ويبقى واضح وما يبقاش في علامات لسه موجودة على المطبقية نفسها متلا ونيتش اه ده كده شكلها النهائي زي ما انتم شايفين لونها حلوة قوي بشكلها اتغاير خالص طبعا وانا طبعا بما ان مطبقي خشب والجزء ده طبعا خشب كله فانا جبت استيكر آآ وفرشته على الجزء اللي تحت ده غلفته كده انا عندي زي ما انتم شايفين الجزء اللي تحت ده مفتوح علشان خاطر آآ المية تتصف وتنزل على الحود يعني تحت كده على طول الحود فانا فرشته بالستيكر ده على شكل برضو لون الخشب بحيث يحافز على الخشب بتاعي وده كده شكل المطبقية خلاص بعد كمان مرستها وغسلت طبعا كل الحاجات اللي فيها دي عشان تبقى آآ كلها كأنها جديدة كده ده شكلها النهائي يارب الفيديو بتاعي يكون عجبكو يكون اي واحدة فيكو عندها مباقية بتاعتها بايزة ومكسلة تعملها آآ تتشجع كده آآ وتصنفرها وتدهنها هتتفاجئ بصراحة بالشكل وهيعجبها الشكل النهائي يارب الفيديو يكون عجبكو ما تنسوش بقى لايك على الفيديو وكمان اشتراك في القناة لو او مرة تشوفيني وفعل الجرعة عشان وصال لكل حاجات اللي بقدمها بعد كده وان شاء الله هشوفكم فيديو جديد قريب جدا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة